اشتركوا في القناة الذين يمشون على أرض هونا النعارضة لمرتلاتها العباد الرحمن النعارضة لدكتور وهدان النعارضة هتكلم كمان لحضراتكم على أيام الأسبوع لأن في أيام الأسبوع من زي بعضها وفقا للأحاديث ووفقا لحاجات كثيرة جدا ووفق ربنا سبحانه وتعالى وخلقه للأرض للكوكب ده فطبعا يوم الثلاثة احنا فيه ده يوم من الأيام اللي مش مصبوطة يعني خالص على فكرة هنعرف كل ده مع الأستاذ الدكتور محمد وهدان خلاص طيب عايز أتكلم بقى شوية عن أكتوبر زي ما بقول لأي حد عايز يتكلم عن أكتوبر لازم يفوت في السكة على 67 عشان أتكلم على 73 لازم يفوت على 67 لأن 67 أقصى هدي ما يمكن أن تلحق بليش في العالم ويمكن الكلام من اللي بتقال عليه يعني الحرب يعني القرار قرار لم يصدر يعني قرار الحرب قرار لم يصدر ولا يتاهو صدر يعني ده أنا بلخص لحضراتكم 67 في جملتين قرار الحرب هو قرار لم يصدر ولا يتاهو صدر إحنا تعارفين إن إحنا كان إن الجيش بتاعنا دخل هناك وقعدنا على الحدود هناك وإحنا أقلنا مش هندرب الضربة الأولى فأخذنا ضربة ما أمناش من بعديها اللي هي ضربة ضرب المطارات والكلام ده كله فكان قرار الحرب ده القرار ما صدرش ولا يتاهو صدر لأنه لو كان صدر إحنا كلنا قوات على الحدود كان يمكن إننا حتخش لها خاصة أن طيرانهم شغال كل طيران ومعابق لضرب مطاراتنا كنا دخلنا لغاية نص بعد تل أبيب يعني كمان لو كنا عملنا ده وعلى أي حال قدر لا ما شاء فعل والانسحاب يعني أمر صدر ولا يتاهو لم يصدر قرار الأمر الانسحاب اللي صدر ده عمل ربكة شديدة جدا 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 بوظفة الدنيا كلها يعني أمر صدر وياريته ما طلعش يعني الحرب كان قرار مفروض يتعامل وما تعملش والانسحاب كان مفروض ما تعملش ويتعمل والانسحاب طبعا عمل لنا يعني إحنا لو كنا سبنا المسألة للترتيبات المببوضة قواتنا الحدود دي احنا بننكلم كان سهل لدن يحصل إنما قدر الله مشاعف وأراد الله هذه الهديمة ربما أراد الله هذه الهديمة ليتعلم الشعب كيف ينهض وليتعلم الشعب أنه زي يحول أقصى هزيمة لأعظم انتصار ربما ربنا سبحانه وتعالى ما احنا ما نقدرش نعترض لأنه في الأول وفي الأخر ده مقدر يعني المهم في الحرب دي عايز بسي النهاردة أكلم على أنا ما بكلمش على حرب اكتوبر ولا على تفصيلات ولا التاريخ ولا الزمن ولا حداد بس أنا هتكلم بأكلم على أمور وحداد كده بسيط عايز أتكلم على الفترة اللي هي عاملة ده وحنا عمل لها حلقة مخصوصة إن شاء الله أنا كلمت اللي هو أركان حرب من عمقاته اللي هو كان في غرفة عملية قديش التاني وقت الحرب وأحد المحللين والاستراتيجيين بحق وحقيقة اللي هو أركان حرب كاتو الحياة اللي هو عشان نتكلم على الصغرة لأن الصغرة دي دلوقتي اللي شغالين فيها واللي بيتحقوا على العدو بيتكلم عليها ونتكلم وحنشرحها واضح يعني مور بسيطة جدا إنما لو عشان نعرف إحنا من 13 أكتوبر من 13 أكتوبر إحنا المرحلة الأولى بتاعت الحرب اللي هي 6 أكتوبر لغاية 13 أكتوبر وان سايد ديم اكتساح اكتساح بكل ما تحمله كلمة من معنى مصر مكتسحة الحرب أي حرب في أي الدنيا مجموعة معارك إحنا إحنا انتصرنا في 64 معركة والمعركة اللي هي لواء فيما فوق يعني بشترك فيها لواء تشكيل لواء يعني مش 4 أو 5 ويضربوا على بعض ببندقية كده يبديه معركة العدو فاز في 19 انتصر في 19 معركة وإحنا كتحرب فيها مكسب وخسارة وفيها ضرب بضرب وبضرب إنما في المجموع أنا عملت إيه الحرب ديت ما فيش حرب بتقعد العمر كله الحرب بعد كده بعد الحرب الناس بتقعد على تربازات تتكلم لما عادنا على تربازات إيه خد ناسينا كلها خلي بالكو شوف الصعينا خدوا فلسطين ما سابوش سنط واحد لما 67 ما سابوش سنط واحد الخناقة اللي شغالة دلوقتي اللي في حدود 67 ما بيشيبش متر أرض إلا لو مجبر وعارف الصغراء اللي دخل فيها ديت هنتكلم عليه بتفصيل إنما أنا عايز أحكي إنه هو بقى من 13 أكتوبر بدأ الجسر الجوي 13 أكتوبر بدأ الجسر الجوي إحنا بنتكلم على 228 طيارة أمريكا خصصتها عشان تنقل معدات إسرائيل نقلوا في من لغاية 2 نوفمبر نقلوا 28 ألف طن كانت الطيارة بتنزل في العريش شايلة دبابة الطيارة الدبابة بتنزل الدبابات فيه دبابات تضربت عاملة 200 كيلو وعملة يعني يا دوبك يعني هناك بتتحرك كده على أمريك يعني ما عملتش حالة كيلو متراش بتاحها لسه الدرب فيه طيارات فانتوم جاد يا دوبك غيروا العالم من عليها وسيئنا طيارين متطوعين عشان كده وما لما بدأ النهار ده هو النهار ده هو كان بادي النهار ده كان خطت كان خطت العدو ان الهجوم المضاد بتاعه اول ما هيعمل هجوم المضاد يعني اول هجوم ليه خلاص احنا عدينا وكلام ده كله انما كان بيقولك الحرب فلما كانت امريكا بتنزعل وبيتكلم وقالوا لا 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 احنا السنونة بس 8 أكتوبر السنونة احنا الهجوم مضاد 8 أكتوبر بتاعنا احنا 8 أكتوبر حيتدي الهجوم بتاعنا مش حنقفل أفغار بالقناة حنحتلل الإسماعيلية والسويس ده كان ترثبهم ايه اللي حصل بقى في الحكاية دي دي حكايات كتيرة والمعارك العظيمة التي دارت في الجيش الثاني الفرقة بتاعت حسن أبو سعدة احنا عندنا تلت فرق يعني كانوا تلت فرق في الجيش الثاني عبدالرب النبي حافظ وحسن أبو سعدة وفؤاد عزيز غالي تلتة جنرالات من الوزن التقيل ويقودهم سعد مأمون حدوتة كبيرة دي كان اللي شغال لما بدأ النهاردة اتكسرت بقى خمسمية دبابة قساروا وعسافي ودور اتمسك والدبابة وفشل كل الهجومات المضادة ابتدت لما جاء الطيران للجيز زيادة والدعم للجيز زيادة ابتدوا يركزوا على ما بين الجيشين ما بين الجيش الثاني والثالث وكان التركيز كله على اللواء 16 من الفرقة 16 الفرقة 16 دي اللي كان بيقودها عبدالرب النبي حافظ واللواء 16 النهاردة ححكي لحضراتكم معاركة انا مش ححكيها احنا فيه فيلم احنا عملنا له دبلاجة يعني خليناهم بدلا ما بتكلموا بالعبري بالعربي عشان خطر بس اهلنا اللي ممكن ما يكونش شايف او الاهلنا اللي ما بيقراش عملنا له دبلاجة بالعربي ده فيلم اسرائيلي مين دولت اللي في الفيلم ده ده عن المزرعة الصينية عن المزرعة الصينية مين اللي في الفيلم دولت دولت اللي عاشوا من المعركة دي المعركة دي كان لواء مظلي احنا عارفين ان هناك المظلات هو ده لواء بتاعهم وهم دول اللي بيلوبهم عشان يقدبوا بيهم بقى المصريين او يعملوا بيهم اي حال فلما مش عارفين يعدوا من الحتاة دي من على الارض هم في الاول وفي الاخر عشان تاخد مساحات ارض لازم بقى فيه مشاه فدايبين من المشاه لواء مظلي واق ده في ليلة اللي هي الليل الستاشر سبعتاشر يعني هم ستاشر بليل ليل السبعتاشر اكتوبر اللواء المظلي ده تقريبا تلاتة الفجر كده عملو له ابرار ونزل قريب من حدود الحد الامامي لللواء الستاشر الحد ده اللي فيه الكتيبة الستاشر الكتيبة الستاشر في اللواء الستاشر في الفرق الستاشر تصدفة الظروف رقم الستاشر ده المهم في الحد الامامي بتاع الكتيبة الستاشر دي نزلوا على بعد وعملين حسابهم وعملين هلوم صامت هم كانوا ضربين قابليها بقى طيران ضرب ومدفعية ضربت والدنيا ضربت المدفعية بتضرب من على بعد 10 كيلو من تشايفها بس بتضرب على المواقع فبتحطك دايما في الملاجع والطيران ضرب فهم قالك بعد الضرب الكبير اللي حصل ده نخش نخلص بقى لانهم حاولوا قابليها بالفرقة المدرعة معارفوش عمله حال معارفوش عده خالص جلو المظلي فجعل حد الأمامي كانت الخطة اللي موجودة ان انت بتفتح الحد الأمامي نفس النظرية اللي عملوها الفخ اللي عملوها اللي هو الدفاع الصندوقي اللي عملوه في معارك الدبابات اللي كانت في الإدارة المدحة تحت الدبابات الإسرائيلية ففي الحد الأمامي اللي مفتوح ده سابوا فسابوا اللي هو المظلي يخش 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 لضررة ان الجنود المقاتلين والزباط بتاع الكتيبة 16 بقوا مسامعينهم يعني انت دايما معارك الدبابات بتدور في مسافات 15 و 20 كيلو ما حدش بيشوف حد ده ضرب من بعيد لبعيد انما لما توصل انك انت اتدخلهم يبقى دخلين وبيتكلموا بيهمسوا مع بعض وانت سامحهم وكل ده فيه صمت نيراني تهم صمت يعني انت قاعد حابس النيران لغاية ما تدخلهم كلهم دوة المربع نقص ذلع اللي انت حطه اللي اتون النار اللي انت حتفتحه عليهم وفي لحظة معينة ثضرت الأوامر وكانت مدبحة مات وتعور 200 واحد من اللي هو المظلي اللي هو المظلي ده كان فيه يهود براق وفي المحادثات مع الرئيس السادات وكان في الزيارة لرئيس وزراء إسرائيل اللي هنا وكان يهود براق كان ساعتها ظلنا وزير الدفاع المهم اتكلموا على هذا الموضوع المتباحة دي اللي حصلت دي ثم حتى ساعتها طلعوا اللي بتقول لهم مظلات بقوا مجايين عملين بالهيلوكوبتر يرفعوا المزولين اللي عاشوا من المعركة دي واهليهم هم اللي عاملين الفيلم بتاع المزرعة الصينية دي اللي هو احنا عملنا من ده وانه عارض على حضراتكم 8 دقايق منه بس ده الفيلم ده شهادة منهم شهادة على عظمة المقاتل المصري وشهادة على عظمة المعارك التي أداها اللواء 16 والمعارك التي أددتها الكتيبة 16 الكتيبة 16 دي مين كان القائد بتاعها؟ المقدم محمد حسين طنطاوي اللي هو بعد كده أصبح وديرا للدفاع الرجل لم يتكلم أبدا عن شيء والمشير تنطاوي اللي هو الناس كتير قلت له حاجات سينصفه التاريخ بالتأكيد على الفترة اللي المجلس العسكري تحمل فيها الحكم وسط كم التآمر الرهيب الخاريلي والداخلي على مصر تآمر من النخبة وتآمر من القوى السورية وتآمر من الإخوان ده دوة ومن بره كله بيعمل عليها وهذا الرجل حمى مصر وحمى مصر من إنه يحصل فيها حرب أهلية أو يورر ليش مصر إنه هو يبقى زي ما حصل في ليبيا أو زي ما حصل في سوريا بالظبط كان هو المفروض السيناريو إنه ليش يبتدي يضرب ويبقى فيه ليش يضرب في شعب فتبه المسألة مولد هذا الرجل والحمى الشهادة اللي حنسمحها دية من في المعارك السنية ده فيلم اللي عمله اللي عمله العادل ودولة اللي نجلوا واللسه عايشين كانوا ساعة ما عملوا الفيلم من معركة المزرعة الصينية هذه المعركة اللي هي شاهد وهم اللي بيشهدوا على بطولة وشجاعة المقاتل المصري ورينا يا نظرة أسنات زيبيل كانت زميلتي في الدراسة بالمرحلة الابتدائية ولم أرها منذ أن قتل والدها يحقيل في المزرعة الصينية أتذكر أنني كنت دوما أريد أن أسأل وأفهم لقد كان المرجع الوحيد الذي أمتلكه لمعرفة ما حدث في ذلك اليوم هو موسوعة إسرائيل الأمنية التي حصلنا عليها خلال أحد أعياد الاستقلال والتي تذكر ضمن صفحاتها المزرعة الصينية لا أعرف أن والدي قد قتل في المزرعة الصينية ماذا تعرفين عن المزرعة الصينية؟ لقد كنت دوما أود معرفة ما حدث إلا أنني كنت أخجل من السؤال ولذلك فقد كان والدك هناك وكذلك كان أمير كيرين لقد كنت دوما في الخلفية ولم أجرؤ قط على السؤال لسببين أولهما خوفا من أن ذلك سيجعلني أنخرط في البكاء ويسبب لي الكثير من الارتباك والسبب الثاني أن التحدث عن ذلك كان يعتبر من المحظورات كما لو كان الأمر كوصمة عار لا يجب كشفها في موسوعة إسرائيل الأمنية تقرأ لنا أوسناد عن معركة المزرعة الصينية في وقت متأخر من ليلة ما كانت قوات المظليين النظاميين تشارك بالفعل إلا أن المعركة التي قتل فيها والدها غير مذكورة في كتب التاريخ لقد كانت معركة من أجل البقاء حارب فيها الكل من أجل النجاة بحياته ودخلت مركبات المظليين إلى المحور وقاد نتان هذه القوات وفي وسط المحور كانت توجد الدبابات الإسرائيلية المحترقة وسادقوا من التوتري في الأجوار وكانت ألسنة اللهب الصادرة من الدبابات المحترقة تضيء ظلمة الليل وكان السكون الذي يسبق وصولهم بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة وصلنا إلى منطقة القناة التي وقعت فيها المعرقة الكبرى للدبابات وكنا منتظرين هناك في انتظار الأوامر من أمنون في حوالي الثانية تمساءاً أعطيت الأوامر لكتيبة نتاني بأن تتولى أمر منطقة المحور لقد كانت المنطقة من طريقة بقوات العدو ومن الصعب رسم صورة لمن رأيناها لقد كانت مثل قابل من الأعداء المئات والآلاف من الجنود المصريين كانوا يجرون في كل مكان واطلقون النيرو كنا مضطرين لدخول منطقة المحور لتنفيذ مهمتنا لم يكن ذلك سهلاً لأن الدبابات التي حاولت ذلك كان يتم تفجيرها وقد نجح إيلان على ما يبدو في القضاء عليها واتاز المحور وحين زاد بدأنا في الرقود نحو الأمام وعبرنا النقطة وحينها تعرضنا لإطلاق نيران كثيفة لقد تصرعنا في دخولنا المنطقة وكان ذلك خطأنا الأول لأننا كنا نعتقد أن تلك النقطة خالية بالفعل من الأعداء وأننا سنعبرها بسهولة وكان خطأنا أننا دخلنا المنطقة وأثناء مرورنا لم نكن نعلم أي شيء لقد أدركنا أننا لسنا في طريقنا لمجرد قطع مسافة داخل الصحراء المصرية كنا وسط أكمنة نصبها الآلاف الجنود المصريين في البداية بدأ المصريون في استخدام ما لم نعرفه من قبل فقد رأينا فجأة قرات من الصواريخ كانت تتحرك بصورة بطيئة في البداية لم تكن تتحرك بسرعة أو في خط مستقيم مخالفة لما هو معتاد من السواريخ الموجهة جلسنا بجانب مركبتنا وأعتقد أننا تحركنا لمسافة كيلو متر واحد ومررنا بجوار دبابة جلعادة المحترقة وتم ضرب مركبتنا بصاروخ من طراز ساجر لقد رأيت لها بمتحرك محدثاً زوطاً وأدركت أنه صاروخ ساجر وطلبت من السائق أن يسرع تمكنت من القفز ولكن بصورة غير سليمة وبعد ذلك بدأ تدفق النيران بصورة كبيرة من كل الآليات لقد كنا على بعد أمطار قليلة من الشرق وعندئذ بدأت أسمع دوي المدافع وهذه المركبة تلقت صاروخ ساجر أو ربما كذيفة مدفعية وحينها طارت في الهواء لقد خرجنا من منطقة إطلاق النيران وحاول ناتان الحصول على مساعدة من القيادة الرئيسية لللواء إلا أنهم كانوا جميعاً منشغلين بأمور أخرى ولم يستطيعوا تقديم العون لنا هل تتذكر مكالمات ناتان لك؟ نعم ماذا تتذكر عنها؟ دعنا من هذا كانت النيران تطلق بصورة كسيفة من كل جهات فقد شعرت أن الطلقات تنطلب وتبعث بكل حبات رمال من حولنا وكنت أفكر فقط في الوقت الذي سوف تصيبني فيه طلقاته وفجأة سقط إحدهما فوقي وظل هكذا قرابة نصف الليل وهو يردد لمرات قد تصل ألفين مرة كلمة واحدة كانت تلك الكلمة هي النجدة وحينها نظرت إلى التلال وتسألت أنا أيضاً متى سيتم إنقاذنا؟ لم يتوقف عن ترديد ذلك طوال الليل لقد كنت أقوم لتفقد المصابين وأعود إليه فأجده يردد نفس الكلمة وكان بداخلي إيمان بأن هذه الصلوات يجب أن تأتي بثمارها لقد حاول ناتان مراراً أن يكتشف ماذا حدث لبقيتنا لم نتلقى أي اتصال ولم يكن ذلك جيداً لقد انتظرنا ولم يأتي شيء لقد نزلنا من مركباتنا وانقطع الاتصال بين المركبات وبعد ذلك أعطيت الأوامر لكل المركبات لقد أمرت جميع الرجال بأن ينزلوا من مركباتهم ويتجهوا جنوباً لم نكن نعرف أين كنا لم يوجهنا أحد ولم يكن أي مننا يمتلك خريطة فقد كان الأمر مخالف لكل ما تدربنا عليه لقد أدرنا ظهورنا للمصريين ثم هربنا عندما يتم إخبارك بأن هناك مصابين وتسمع نداءاتهم فكيف يمكنك التصرف لقد كان الأمر مشكلة حقاً وعندما كان يصل الجرحة كنت أرفع رأسي لأراهما ولا أستطيع النهود من الخوف مما أراه ولكن عندما تجد الجرحة أمامك وأنت الطبيب وترى كل من حولك هم يراقبون قيامك لمساعدتهم لأنه ليس هناك من سيقوم لنجدتهم قبلك كنت أصرخ فيهم بينما أنا أقوم من موضوعي لماذا لا تقوموا أنتم أيضاً وتساعدوهم معي لقد بدأت ضربات المصريين في إرهاقنا وبدأنا في تنظيم صفوفنا وظلنا هناك أنا والدكتور هداس وجندي آخر إضافة إلى اثنين من الجرحة حملت دكتور هداس وجندي الآخر أحد الجرحة حيث أصيب ذلك الجندي بشلل ده الرز اللي حضراتكم شفتوه من فيلم هم العدل اللي عاملينه ودي العائلات بتاعة اللي هو المظلي اللي كان فاكر أنه رايح بتفسح وكان بقولك مسافة السكة كده حيمشوا في الرمل كده وعا فاهمين ودخلوا في كاتيبة ستاشر اللواء ستاشر خدوهم وعملولهم يعني كان كمين صندوقي أو خدوهم عملولهم أتون كده من ثلاث أضلاع واللي شفوه ما شفوش حد لأنه أنت معتدي ودي أرضنا إحنا بندفع عن عقيدة وبندفع عن مبدأ وبندفع عن قيمة أنت مستولي على أرض وبندفع عن باطل وكل شيء وعشان كده في الآخر الانتصار لابد أن يكون لنحن أنا عايز أقول الشريعة لعملتها الكاتيبة الستاشر الكاتيبة الستاشر واللي هو ستاشر والفرقة الستاشر دي اتضربت بالطيران ضرب وبالمدفعية ضرب وبالدبابات ضرب على مدى إحنا بنتكلم من 9 أكتوبر لغاية ستاشر أو 20 أكتوبر وضرب ده لغاية ما اتعمل الشريعة بتاع الصغرى اللي هما نفدوا منه وراحوا لقناة وحنحكي بقى الشريعة آه راخد شريعة واحتلوا مسافة 60 كم طولي بعرض من 6 إلى 10 كم واتعملت الخطة شامل وكان فيه خمس فرق مصرية موجودين هناك وحواليهم ولواء مظلي ومجموعة صعقة حواليهم الصغرى إحنا الصغرى دي كانت بالنسبة لنا حرب الإسنزافة الثانية 80 يوم 80 يوم أنا 80 يوم دي فاكرهم كويس أوي لأن أنا كنت أنا وغيري موجودين في القوات دي 80 يوم أقسم بالله العظيم إن إحنا يوم ما صدر يوم 17 يناير يوم ما صدر قرار وقت في إطلاق النار وطلع عظيم كان يوم 3 ولا مش عارف إيه وقالوا اعتبارا من يوم الخميس سأنا فاكر ودور دا باكت تعليمات بجد اللي حضرة بتطلقها حيتحاكم اللي خلاص وقف اطلاق بحقيقة وحقيقة لأن إحنا مفروض إن فيه وقف اطلاق نار في الصغرى مفروض إحنا عاملين 80 يوم كان فيه موجود فيها حرب الإسنزافة تانية وطبعا الأمريكان لما صوروا وشافوا وعرفوا إن الدنيا كانت حتوب بحوسة أدي بس أدي اعترافات للعدو وحاجات كتير جداً حنعرض لها إن شاء الله كل يوم في جانب منها يعني تحية لأرواح شهدائنا تحية لجرحانة في حرب أكتوبر وما قبل أكتوبر وفي حرب الإسنزافة تحية لمن تبقى لسه على دار الأرض من هذا الجيل العظيم اللي موجود أحب بس أقول لحضراتكم حاجة واحدة جيشنا فين دلوقت؟ إحنا فين دلوقت؟ عايز أقول لحضراتكم اتطمنوا 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 جيشنا بالفرق الزمني اللي 40 سنة 41 سنة في تطور في اللي 40 سنة إنما الرجالة الأسود اللي جواهم قلوه ما بتخافش موجودين ودايماً موجودين ودايماً السلاح حيداً نصاح اشتركوا في القناة لو نامت الدنيا صحي مع السلاحي السلاح في الدين نهر وللصاحي يناديات قواتي عدو نافت ضار خلي السلاح في الدين نهر وللصاحي خلي السلاح في الدين نهر وللصاحي يناديات قواتي عدو نافت ضار خلي السلاح في الدين نهر وللصاحي خلي السلاح في الدين نهر وللصاحي يناديات قواتي عدو نافت ضار خلي السلاح في الدين نهر وللصاحي يناديات قواتي عدو نافت ضار خلي السلاح في الدين نهر وللصاحي خلي السلاح في الدين نهر وللصاحي لو نامت الدنيا صحي مع السلاحي اشتركوا في القناة